في ملاوصلة بالفورميشن أو التشكيل بتاع نادي الزمالك الآن ماذا أنت شايف إسلام أن ده كان ليه تأثير في فوز النهاردة الكبير لنادي الزمالك واللعب كمان في طرق اللعب في البداية نحن خد من كلامة دكتور خليفة في قصة أن كابت المعتمد جمال بدأ يعتمد على سامن الجمهور بيسترح لها بتدي راحة نفسها لجمهور حتى لو قدر له حصل إخفاق في ماتش من الماتشات دي حيبدأ حدة الانتقادات نفسها هتكون أقل لأن دي الأسماء تقريباً اللي الجمهور متفق عليها لا يا آسف لو أي مدير أنا بكلمش على كابت المعتمد جمال تمام بس لو أي مدير في العالم بيحط التشكيلة بناء على ما يطلبه المستمعون لا ولازم نتكلم في نقطة أن أنت في مرحلة انتقالية بشكل كبير جداً الزمالك عانى في الفترة بتاعت أساريو من قصة أن أنت بتمشي على سطر وتسيب سطر أنت في ماتش عامل جيم كواس جداً جاي بجوانه ماتش اللي بعده نفس الجيم اللي أنت عامله نفس الفرصة اللي أنت بتعملها ولكن بتستقبل بسهولة جداً معلش أنت بتلعب لعيبة مش في أماكنها مثلاً قصة أنت تستعين بفول باك بيلعب ناحية الشمال بتجيبه ويلعب سنتر باك ناحية الشمال وهو أصلاً مرجعاته الدفاعية مش أحسن حاجة اضطريت إن أنت تحط الولد في مواجهة كبيرة جداً مع الجمهور مش بيلعب في مكانه حصل لك مشاكل كتير دي كانت معلش الجمهور نفسه كان بيقول ليه أنت بتلعب في العداد أو ليه أنت بتعمل حاجة مش الجمهور واخد عليها حط كل حاجة مكانه ونسيب الفرقة تمشي زي ما هي هو كابتن معتمد جمال اللي هو الفترة دي بيلعب بالبيزيك خالص كابتن دكتور خليف قال نقطة مهمة جداً إن هو بيلعب بديفندرين عشان يدي أمان أكتر للفرقة وفعلاً إحنا بنا ثلاث ماتشوات الزمالك بيطلع كلينشيت في وجود دونجا وجنب عمر السيسي أو روحة ولكن دي لا تأثير كبير جداً في صناعة الفرص في الزمالك زي ما قلنا هنا تقريباً حالة في الماتش الزمالك وفوتشر إن الاتنين تقريباً شبه بعض جداً فده بيدي تأثير سلبي على صناعة الفرص في الزمالك وعندنا هنا في الصور المفروض نهارتها لو الصور جاهزة رجالة بيبان بشكل كبير جداً هنا مثلاً أثناء الخروج بالكورة هنشوف دونجا واقف فين ورقة برضو يعني دونجا ورقة واقفين في نفس الزون محدش فيهم بيحاول تحرك للمنطقة في نص الملعب فعشان كده عملية صناعة الفرص في الزمالك فيها مشكلة وفيها أزمة كبيرة جداً دايماً خروج الكورة بيكون مع الأطراف وبيستمر على الأطراف فترة كبيرة ممكن نشوف الصور اللي بعد كده نفس القصر شوف دونجا مع الكورة ورقة واقفة عن نفس الخطر محد ما بياخدش أي خطوة باتجاه عمودي في مرمى القصر فأنت بالتالي تحركات أوباما اللي بينزل العمق عشان يساعد في خروج الكورة هو الراجل ده ما بتحركش فيها اللي هو دونجا أو رقة ده قد تكون تعلمات بس هي في الآخر نحن تكلمنا في النقطة دي كتير جداً وفترة وجود ساسي في الزمالك ساسي كان عنده وعي كبير جداً في التحرك في المساحات اللي بيسيبها سواء الوينج أو سواء العيب رقم عشرة أو المهاجم لما بنتلع في المرحلة الثالثة الزمالك بشكل كبير جداً بيفتقد لصناعة الفرص والفرص يعني أعتقد لو رجعنا الستاتس بتاع الماتش الفرص اللي مفروض تحيص الفرص في الزمالك الموضوع كان صعب جداً هنا في الصورة الثالثة لا بس هنا عندنا الشوتس على التارجت ستة للزمالك ده الشوتس ده على التارجت ده الشوتس لا 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 على الهدف منعارف على المرمى يعني ستة للزمالك مقابل واحد ليه سوار ويه الشوتس في شكل عام اربعتاشر ليه الزمالك وتسعة على سوار القصة مش انت شوتها ديه فيه تصوبات وارد تكون ضعيفة جداً انت الكرة بتتحسب الشوت ان تارجت الكرة بتاعت سيف الدين الجزيري ردة من المدافع من خلال صناعة فرصة من خلال وينج او خلال العيبة بتاعت نص الملعب برضو شفنا في الصورة اللي بعد كده الزمالك دايماً في الكرة لما بتوع على الاطراف لا زونة 14 احنا بنسمي زونة 14 لا المنطقة الصورة اللي بعد كده قدام منطقة جزاء اللي هو الخصم مفيش اسمها زونة 14 اه زونة 14 مفيش حد من الاتنين موجود خالص يعني انت هنا بتفتقد الخطورة حتى الكرة التانية السكن لما كان الحكم كان في حد مفروض يكون في حد يعني عشان السكن بول السكن بول الزمالك ما بياخدهاش حتى صناعة الفرص من عمق الملعب النهاردة ما حصلتش وانشاف دي أزمة على فكرة منضوع السكن بول دا حتى مش بس في الزمالك زمالك والأهلي كمان في المنطقة اللي بتتلعب برة يعني بنشوف فكرة ان هو يستغل يستفيد من السكن بول ضعيفة جدا صناعة الأهلي الفرص دكتر كتير من صناعة الزمالك الزمالك الفرص والأهلي المشكلة عنده أكتر في الإنهاء والحاسم يمكن إن زمالك مثلا عنده لعب حاسم زي زيزو وشكبالا ما بتجيله كرة بيعرف يخلص الأهلي ما عندهش كوالة الحاسم دا ولكن كصناعة فرص من بكين الطرف أو من وسط الملعب لقى الأهلي بيصنع أكتر